هلأ شو أسباب يعني كتير منقول إنه تنخفض بالجرع الأولى أنا بقول فيه عندنا عدة أسباب لإنه بدأ التطعيم يعني ينخفض السبب الأول إنه دائما منقول إنه وضعنا الوباء جيد مواطن بفكر إنه الوباء انتهى وباء ما فيه معناته إنه حتى بالإجراءات الوقائية بطلنا نشوف ناس بلبسوا كما مات حتى بديش أقول لك بلبسوا حتى بطل يحطها إنه شكل كما مبطلنا نشوفه إنه بحط هذا واحد اتنين أنت لما توصل لستين بالمية أو أكثر من الجرع الأولى أنت وصلت لكل الأشخاص تقريباً اللي هم راغبين هل يش تسبت اللي حصلوا على اللقاح اللي حصلوا على اللقاح بالجرع الأولى أكثر من ستين بالمية واللي حصلوا على الجرعتين حواري خمس وخمسين بالمية إحنا على فكرة الفئة المستهدفة دائماً نحسبها 18 سنة فما فوق 18 سنة فما فوق بالأردن بمثلت خمس وخمسين بالمية من السكان يعني فئتنا المستهدفة حوالي ستة مليون وأربعمائة ألف شخص اللي بدنا نوصلهم بكل الفئة المستهدفة أنا لما أقول أنا وصلت لتلاتة مليون وسبعمائة ألف تقريباً يعني بالجرعة الأولى وثلاتة مليون وثلاثمائة ألف بالجرعتين أنا وصلت أكثر من تلاتة وستين بالمية بالجرعة الأولى وحوالها خمس وخمسين بالمية بالجرعتين فلذلك يعني معناته إحنا نبحث عن الأشخاص اللي مترددين أنهم يطعم موجودين في البيوت بيقولك أنا ما في داعي لأنه أنا بدي أنزل على السوق ما في داعي أنه أنا بشطيرش وأنا إلى آخره هذول الأشخاص اللي إحنا الآن نبحث عنهم وفي إن شاء الله قريبا يعني من بداية بالأسبوع الأول إن شاء الله من شهر عشرة رح يكون فيه هناك طريقة جديدة للوصول إليهم اللي هي الفرق المتجولة سيدي رح نروح على ناخد المحافظات ونبدأ من بيت لبيت في المناطق في المناطق النائية لن أروح على عمان من بيت لبيت لكن رح أروح على المفرق رح على جرش هذا في أول أسبوع؟ أول أسبوع إن شاء الله من شهر عشرة وهذول الفرق المتجولة شو دورها تدق على البيوت مثلا ونقولهم ما أخذ لقاح مش ما أخذ لقاح بدها تروح بدها تروح على نعم نعم تروح على البيوت بالتنسيق مع إحنا قبل من نروح على أي منطقة رح تسبقنا فرق التوعية الصحية هذول رح يروحوا على الأماكن تجمع الناس ويقول لهم أنه الأسبوع القادم أو خلال يوميا رح يتيجي كل فرق وراح كذا الأشخاص اللي بدهم يطعموا الأشخاص اللي ما بيقدر يوصلونا إحنا رح نروح لهم على البيت يعني إحنا وصلنا للقرية وصلنا للمنطقة النائية والأشخاص اللي ما بيقدر يوصلونا رح نوصلهم إحنا على البيت وإذا اضطرنا أنه نوصل حتى من بيت لبيت أنه ندوق عليهم رح نوصل حتى نوصل لكل الفئة المستهدفة إحنا بهمنا في هذه الفترة سيد أنه نوصل للأشخاص اللي عمرهم 60 سنة فما فوق بدرجة أولى كتين زائل عنا فوق الستين؟ إحنا وصلنا بهم عددهم حوالي 580 ألف إحنا وصلنا لحوالي 365 ألف شخص من الثلاثمية وتمانين ألف اشتركوا في القناة